اجمعوا يا ستات اجمعوا تعالوا شوفوا اللي هنقول لكم عليه دلوقتي الفقرة دي بقى حكاية مع الصعب دفتنا ست بمية راجل قدرت ان هي تثبت ان مفيش حاجة اسمها للرجال فقط دي خالص واثبتت بالدليل القاطع ان الست المصرية قادرة تنجح قادرة تتفوق في اي مجال وتبقى زي ما بين نقول البريمو منورنا في الفقرة النهاردة المهندسة امي اللي هي حصلت على جائزة كبيرة جدا جدا وحققت نجاحات كتير جدا ومش عايزة احرق لكم بقى القصة هي مهندسة ميكانيكا سيارات خلاص وكمان هي اول مدربة معتمدة في مصر وفي الشرق الاوسط بتدرس وحدة السيارات المتكاملة وحدة السيارات المتكاملة دي مجال انا نفسي مش عارفة فهمه يعني ايه وحدة السيارات المتكاملة طب وليه الميكانيكا وباش مهندسة كمان قد الدنيا ده كفاية كلية هندسة دي لوحدها اساسة ومش اي هندسة دي هندسة ميكانيكا خلينا نعرف بقى ايه القصة وانا عايزة دفتنا النهاردة تبقى ملهمة لستات كتير ايه وحد يقولك الستة ما بتعرفش تعمل حاجة لا بيعرفوا يعملوا كل حاجة ورحب بك يا مهندسة ايمي بستوديو ايه حبيبتي مرسي مرسي على المقدمة العظيمة دي مرسي شوان دسة ايمي احنا مبهورين جدا بفكرة ان انتي مختارة اصلا ميجر محدش مش اي ستة او اساسا ما فيكش متهيئة لي ستات كتير مختارة المجال ده انتي وانتي تدرسي في البداية اصلا خالص سؤال كده كوني كده وانتي تدرسي في البداية خالص كنت انتي البنت الوحيدة اللي موجودة في القسم بتاعك ولا كان فيه بنت تانية او بنات كنت البنت الوحيدة في ضفعة ميكاليكا البنت الوحيدة ده اصلا في حد زيته انجاز في اول محاضرة دكتوري افتكر ان انا دخلت المحاضرة غلط فسألني هو انتي متأكدة انك في المدرج الصح يا بنتي قلت له معاك يا دكتور والله مدة الاربع سنين لا ومش اي بنت يا نور يا بنت مش والله ازاي الامر والستعالش والشعر الجرلي الوضيع شكرا طبعا الولاد كانوا غيرانين قوي لو انتي ايه اللي جايبك هنا ايه اللي جايبك معا انا بتزحمينا ليه في حتتنا صح؟ او انا سمعت الجملة دي كتير يعني من ساعة ما دخلت بقسم ميكانيكا في كلية هندسة لحد ما ابتدت انزل يعني ومرورا بقى بان انا انزلت اتمرن اخد التدريب السيفي لانه كان تدريب اجباري وابتدت ادور على شغل فاني احنا مش هنخلص منكم بقى انتو عايزين تعملوا كل حاجة؟ او بزبط هو انتو حتحشروا من اخيركم في كل حاجة انا دي اسمعتها كتيرا طب خليني اعرف بقى حبيتي ازاي ميكانيكا السيارات؟ بصية قصة ابتدت من وانا عندي عشر سنين يعني كل البنات اللي كانوا في سنني بيلعبوا بالبربي عرائس فورش حاجات الميك اوب في التسريح الكلام ده انا قصة بالنسبة لي كانت مختلفة كماما كنت باطلب من بابا وماما يجيبوا لي الميكانوس والليجوس عشان انا بحب الفك والتركيب وكنت بفك الدينامو من البسكليتات بتاعت زمان واجيب سلك واقطع ووصل ده كانت اهتماماتي في السن ده من وانا عندي عشر سنين وكنت دايما بابا بابا ماما ماما خدوني معاكم تروحين ميكانيكي يعني اه 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 وروح ازلن بقى عمو ده ليه ده بيعمل ايه ايه الليكود اللي نازل ده ده بشغلته ايه ده بيعمل ايه كنت بزههو يا حبيبي حرام اطلعني ايه وهم كانوا بيتقبلوا لفكرة ان انت تسأل كتير وانك حتى راسك في الكبوت كده وكطفلة كمان يعني وبعيدي واخد بالك الكبوت ينزل على راسك والكلام ده اه ملا بمبدأ الاطفال احبابه الله فيعني ايه اه خلاص فخلاص بقى تعدي اه بالزبط يعني فدي هيك كده البداية يعني بس وانا عندي 14 سنة اخذت القرار ان انا عايزة اذاكر الموضوع ده وادرس واكمل الباشن بالدراسة اهلك ما اعتردوش اه لا هم مش بس ما اعتردوش هو يعني ماما الله يرحمها اه كانت دايما عندها فكرة انه التعليم بالذات برحتك اختاري اللي انتها ازاي التعليم او الجواز قرارين دول ما ينفعش حد ياخده معنك وما ينفعش حد يختارلك حيك بابا كان عنده جزء مختلف شوية كان عايزي نبسه يبقى لا يرحمه كان نبسه يبقى ابو الدكتورة البلطولبي دكتورة ومهندسة ايه كل الايصاب كده ايه ايه انو البيت كله ادبي اه اه كماء فقاللك لا انا بقى ادخل من حظي وانو بابا ما كانش عايش في مصر وانا ما كنتش مولوده متربه في مصر فهو مش عايش معنا فانا دخلت للمرياضة من وراه هو طول فترة سنوية عمه هو ما كانش يعرف ماما واخوتي البنات بس اللي كانوا يعرفوا ان انا في علم مرياضة اه ولما تخرجت من سنوية عمه يا حبيبي الله رحمه وطبعا كان يعني عايزك بقى علمي علوم مش علمي رياضة مش عدبي يا سايز انتو بيت عندكو كله عدبي اهدبي فهو عايزني يعني ممسكنا في مجموع العلمي فاخش علوم يا بنتي فانتي عملت دخلت رياضة من وراه اه فحطمت له احلامه على صخرة الواقع للأسف بعد سنوية عمه ودخلنا في مجادلة كده ودخلت يعني اتفق ان انا هاخش في نونطب بقية ثلاث أسابيع وقد كان دخلتها ثلاث أسابيع واول ما ريكب الطائرة وسافر وقال لقيتها بيسوف كيك اه واول ما دخلتها اول ما ريكب الطائرة وسافر سحبت ملفي وروح تقدمتو في هالنصر طيب خلينا نسكب الحتة دي ونخش بقى في حتة العملي بقى دخلنا بقى بقينا ميكانيكا سيارات احكي لنا التجربة دي واحكي لنا اكيد اتعرضت للتنمر ده أساسي ما بعدش يا جيمي ما تعدش يا جيمي بالضبط احكي لنا بقى التجربة دي بصي هو يؤسفني ان انا اقولك انه مش بس كان تنمر هو كان محاولة للأذى يعني انا كان فيه صناعية بتعلمي غلط اه اصلا يعني من كتر قصدين اه يعني من كتر مع الموضوع يعني هو الحمد لله ربنا وفقني ان انا لما زلت التدريب الصيفي انا ابتديت اشتغل واصرف على نفسي وانزل التدريب صيفي من اول اجازة صيف فقولة تخصص وده انجاز في حد ذات الحمد لله كانت فضل وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا فكان حظي الحلو وتوفيق من ربنا ان انا دخلت في شركات اجانب لان كان للأسف الثقافة المجتمع الشارعي في وقتها انه لا احنا مش هناخد بناتنا ندربها فدخلت في شركات فيها اجانب فكانوا مرحبين بالفكرة فلما استنعيها لقوا ان الموضوع امر واقع فقالوا مش هنعرف نرفض هنفشلها كنت بيعلموني غلط ويددولك تركات غلط بقى لا لا ده هو القصة كلها من الاولها الاخرها غلط قالوا لان انا بذاكر بس وبدعبس وبدور وكده كان زماني في حتة تانية خالص بس يعني الحمد لله عرفتي تعتمدي على نفسك وعرفتي ان انت مهما كان فيه صعوبات ومهما كان حد بيحاول يوقعك لأ انا اعتمد على نفسي والكتب موجودة والمذاكرة موجودة واللي انا عايزة هيحصل يعني هيحصل ده حقيق ده حقيق طيب بدأت تصلحي بقى اه واحكي لنا بقى البرت ده انا مستنياة ابتدت بصابي مساعد في الحرفيين كنت بلم قطع الغيار اللي اتغيرت من على الارض وابتدي تعلم القطع الغيار دي ايه صابي مساعد ميكانيكي لا ثاني بس في الحرفيين اه الحرفيين احنا ممنوع نروحها دي ممنوعنا على الارض انا معرفش ديك لها ايه ليه بقى بستك كتير اوي بتروح لا انا دايما كنت باسمع يعني رايحين الحرفيين بابايا وجد زوجيا رايحين الحرفيين وجدين تأخذوني معاك وكنت بروح للميكانيك وانزل واساعد وكده بناما نروح للحرفيين ده شيء صعب كملي كملي بس احنا رايحين دلوقتي انا جاية معاك انا جايلك أصلا انا كده احنا رايحين رايحين انا بعد هقول ان انا رايح اصلى حرابيتي بنفسي لان انا هشوفك انتي تفضل ابتدتها كده في الحرفين في الاول لقيت طبعا فيه شوية مقاومات كده ضد طبعا لا زعيق طرد من الورش طرد ازاي يعني بيتقال ايه اللي هو هستيكلي على الله بقى يا بنتي انتو هتوجعوا لنا دماغنا طلعي برى يا بنتي الله يسهل عليك اللي هوك اني راح لاش هتنيه اللي هوك اني راح لاش هتنيه انا راح اتعلم على فك انا راح اشتغل لحد ما كان ليه زميل في الجامعة بس هو كان اقدم مني بكذا دفعة كان مفيتح مركز خدمة في الحرفين فقال لي يلا مش عايز تعلميها يلا فروحت وقفت عنده وقال لي بس هتخديها من تحت خالص عايز تعلميها تتعليمين تحت خالص قلتولي يلا بينا ايدي على كتفك فابتدتها بصابي فني يعني بصابي مساعد يعني مش حتى مش قسطة لا 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 لدي دي كتبه بعد سنين يا خبر طب هي شغلنا صعبة بصي هي ما نقدرش ننكر انها بتحتاج جزء من قوة عصاب وقوة عضلية ما ننفعش ننكر حاجات زي دي هتتخلي تماما عن نعومة الاضافر زي ما بنقولها مفيش يعني اه اه مش ما وجودة محتاجة تركيز عالي عشان في حاجات ما ننفعش نغلط فيها خالص عشان يئما بمصيبة يئما بفلوس الناس هتترمي في الارض طب وخناقة الله أعلم اللي ممكن يحصل بالمفاتيح والله أخبرت النصر على الخناقة بس هي أمانة في ادينا فلازم نحلها صح يعني محتاجة قوة عصاب فهي مهنة مش سهلة ده كده كده هي قصة قصة إرادة الزبط هو انت اختيار فبتتحملي نتائجه الأخيرة اختياره وانت عارفة انت رايحة فين وهتوصلي لإيه بس انجحتي الحمد لله زبينك بقى كلهم ستات ولا ستات ورجالة في الأول ما كانش فيه ستات أصلا بتريد تشتغل معي اه لايه بقى فكرة اللي هو دي ست انا اسلم عربيتي لست اه لا يعني في الأول لا وبعد وقت خلاص اسمي تعرف الحمد لله ولأ يعني بقى فيه ناس بتجري بالاسم وفيه ناس لما بتحرك من توكيل توكيل بيبيع عربيتها وتشتري العربية الموديل اللي أنا روح تشتغل فيه مساعدة دلوقتي بقى كل رجالة اللي بتتفرج علينا مراتاتها تروح للميكانيتي في أمان يعني غير ما تبقى تتعرض لأي موقف لأنهم بيخافوا وأنها تكون وقفة لوحدها وسط رجالة فلا دلوقتي خلاص الدنيا تمامة اه وفيه ستات بتعمل كل حاجة احنا ستاتنا زي الفل وبيعرفوا يتفرضوا احترامهم في أي حد طبعا ده كده كده احنا كده كده اه بس الرجالة بقى اللي حوالينا عندهم بقى حاجات غريبة طيب أنا عايزة تقالك حاجة مهمة جدا والسؤال ده هيجنني أصعب عربية وقعد تحت ايدك وخلاص يعني شفت إن الحل فيها نرميها أحد منك فترة طويلة جدا وحتاجتي كونسولت 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 بصي مفيش أسعب عربية ومفيش أسهل عربية العربيات في منها السهلة الممتنة بسوء للأسف مش هقدر أتكلم في مركات بس في عربيات فيها السهلة الممتنة يعني تعود تلفي حوالي نفسك وفي الآخر تطلع البلدها بلدها نقول بلدها إيه الأوروبي الأوروبي عموما أه الأوروبي ومش كل الأوروبي مركات معاينة من الأوروبي بصراحة يعني عشان ما ما كونش ظلمة يعني في عربية قهدت في إيدي ثلاث تيام عميل بيقول لي أنا في عندي عصفورة بتسوسوا مع التكيف طلعوا لي العصفورة أشغل التكيف أسمع فعلاً سو تسوسوا دواري أربع خمس تيام بقى فين السوسوا طلعوا بعد كده السلك بتاع الكبوت بيحك في علبة الفيوزات فالمعدن مع البلاستيك ده عمني صوت سو سوي عشان العلبة دي قريبة من الكمبراسور فالفايبريشن يعني قصة كده بس تهتي فيها أربع تيام بس ما جيتش صعبة إني حسني مهندس ميكانيكا استمدعنا جداً باللقاء الصغير جداً دول وأكيد لينا لقاءات تانية نعرف فيها تفاصيل أكتر نشكرك شكراً جزيلك شكراً لكي تشاهدينا فاصل سريع ونرجع على طول موسيقى موسيقى موسيقى